أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صل الله و سلم و بارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد لازلنا في كيف تتعامل مع الله إذا قابلته و من أراد أن يقابل الله فلا بد أن يخشع في لقائه و نحن نريد أن نعالج الخشوع بثلاثة أدوية ذكرنا الدواء الأول في الحلقة الماضية و هو أن تغير نظرتك عن الصلاة فلا تفعلها فقط لتبرئ ذمتك منها لا بل أنت تريد أن تصلي لكي ترتاح في الصلاة لأنك تحب الصلاة و قد وعدتكم بأن نذكر اليوم الدواء الثاني و هو سر من أسرار الخشوع في الصلاة نريد أن ندخل فيه و أن نكشف عنه و قد أخبرتكم أني من خلال تجربتي مع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تواصلنا معهم فإني ما رأيت أحدا لا رجلا و لم رأى جرب هذه الطريقة في الصلاة جرب هذا السر ثم لم يخشع أبدا بل إن كثيرا منهم إذا سهى عن استخدام هذا السر في الصلاة فإنه يعود إلى حالة السرحان المعتادة فبحسب ما تستخدم هذا المفتاح في صلاتك يكون خشوعك و هو أمر بسيط كل ما تحتاجه هو ترتيب أفكار لا أكثر فما هو السر الخشوع؟ سر الخشوع هو أن تطبق المناجاة قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه ما معنى يناجيه؟ يناجيه يعني يخاطبه أي أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله يعني كل ألفاظ الصلاة وجهها إلى ربك مباشرة فلا تقول الكلام أنت تسرد سردا هكذا فقط تفكر في إخراج اللفظ أو الانتهاء من عدد التسبيحات لا 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 بل كل ما قلت شيئا في الصلاة فاستحضر أنك تقوله إلى ربك أنك توجه هذه الكلمة إلى أحد أنك توجهها إلى الله و أنه الآن أمامك و تكلمه يخاطبك و ترد عليه انتبه انتبه إذا تكلمت بأي كلمة في الصلاة أي كلمة يجب أن تستحضر توجيهها إلى الله أنك الآن تقولها لله هذا هو سر الخشوع قد يقول قائل و لكني لا أرى أحدا يعني أنا ما أرى الله عز وجل فربما لا يتغير خشوعي الجواب لا يلزم أن ترى المذيع في نشرة الأخبار إذا أضاء له المصباح الأحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة لماذا يضطرب و يكون منتبها مع أنه الآن لا يرى أحدا من الجمهور و لا واحد لكن لماذا الرحبة؟ لأنه يوجد لديه يقين بأن هناك الآن من يقابله و من يراه حتى و لو كان المذيع لا يرى أحدا من المشاهدين فإنه يعلم أن المشاهدين يرونه يوجد في قلبه يقين بوجودهم لهذا يضطرب و يهتم طيب أنت أيضا لديك يقين بأن هناك من يقابلك في الصلاة أنت الآن واقف بين يدي الله أليس من المفروض أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نحن عندنا يقين كالشمس أننا بين يدي الله وقوف يكلمنا و نكلمه إذن كلمه كلمه قل له في الفاتحة الحمد لله رب العالمين و استشعر أنك تقصد بأن الحمد لك أنت يا ربي استشعر هذا إنه سوف يرد عليك سيقول لك حمدني عبدي كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه و آله وسلم و أنت كأنك تسمع جواب ربك عندما قال لك حمدني عبدي كأنك تسمعه لأننا اتفقنا أن نعبد الله كأننا نراه و إذا قلت بعدها الرحمن الرحيم فاستشعر كأنك تقول لله يا ربي أنت الرحمن أنت الرحيم فإن الله تعالى يرد عليك بالصلاة أيضا و يقول لك أثناء علي عبدي مع أننا لا نراه لكننا على يقين بأننا أمامه الآن في الصلاة استخدم هذا الأسلوب في كل الصلاة استخدمه في السجود قل له ما تشاء في السجود من طلبات و رغبات أيضا بين كل ركن و ركن عبر عن اعتقادك بأنه سبحانه أكبر من كل شيء أكبر من الدنيا أكبر من السرحان أكبر من تجارة قل له الله أكبر و أنت راكع الله أكبر و أنت ساجد بين كل ركن و ركن قل له و أنت تخاطبه بأنه هو أكبر قل له الله أكبر و أنت توجه هذا الكلام إليه ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه و قبل الوداع فتقول له التحيات لله فأنت تحييه توجه التحية إليه من قلبك هكذا كلمه أهم شيء استشعر المناجاة أنك تخاطبه و توجه الكلام إليه عندها و الله ستتغير صلاتك سيكون هذا هو أحلى لقاء لك مع الله إن الذي يصلي بهذه الطريقة يود أن الصلاة لا تنتهي و يستحيل عليه أن يتلفظ بآيات و أذكار الصلاة بسرعة هكذا بسرعة الحمد للرحمة و رحمة مستحيل ألا ترى أنك عندما تأكل فمن المستحيل أن تستشعر طعم اللحم مع الحلويات مع المقبلات في نفس اللقمة مستحيل لا بد أن تجعل بينهم فاصلا فكما أن الذي يأكل بسرعة لا يشعر بلذة الطعام كذلك الذي يقرأ بسرعة في الصلاة لن يشعر بلذة الصلاة لقد رزق الله لذة العبادة لأناس يخاطبونه و يناجونه في صلاتهم و ليس كل همهم أن ينتهي من التلفظ بألفاظ معينة و قراءة آيات معينة هذا كل ما في الأمر لا على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي على قدر الكرام المكارم يوجد دواء ثالث أيضا يوجد دواء ثالث أيضا للخشوع وهو استحضار مشاعر معينة تجاه الخالق أثناء الصلاة هذا في عبادة زائدة في طعم ألذ هذا الشعور لا بد أن تدخله في صلاتك يوجد كثير من الناس يصلي و لكن ليست لديه أي مشاعر تجاه الله نعم ربما يكون حاضر القلب و يفهم المراد من الكلمات في الصلاة و لكنه لا يحس بشيء أثناء الصلاة يعني قصدي ما يحس بشيء اتجاه ربه كما أنه لو قابل بائعا في السوق فإنه سيكلمه بحضور قلب و فهم و هو لا يحس بشيء اتجاه هذا البائع لا يحس اتجاه أي حب و لا هيبة و لا رهبة يفعل نفس الشيء في الصلاة هو لو قابل صديقه العزيز عليه لأحس مشاعر الفرح و لو ودع صديقه لأحس بالفراق شيء من الحزن و لو ابتعد عنه ربما يشتاق كل هذه مشاعر تتوالد عندما يقابل صديقه أو حبيبه أما لو قابل الله في الصلاة فإنه لا يحس بشيء أبدا صلاته لا مشاعر فيها لا شيء فقط حركات و كلمات لذلك كثير من الناس بعد الصلاة لا يحس أن شيء اختلف في حياته لا لا بد لهذا أن يتغير سندخل بالعمق الجديد الآن ستضيف أنت الآن إلى صلاتك بعدا جديدا ما هو؟ إنه المشاعر القلبية في الصلاة يعني عبادات قلبية اجعل في الصلاة شعورا اتجاه ربك بأنك ترجوه ترجو رحمته و أنت في الصلاة أتيت إليك يا ربي تستشعر هكذا أتيت إليك يا ربي و أنا أرجوك أرجوك أن ترحمني أرجوك أن تحبني أرجوك أن تعفو عني أثناء الصلاة تظن بأن الله سيقبلك و سيرضيك تحس أنه سيقربك عنده سيرفعك بين عبادي هذه المشاعر أثناء الصلاة تسمى مشاعر الرجاء أيضا مشاعر أخرى الهيبة و أن تتقف بين يدي الملك شعور ثالث أن تشعر بالحياء أن تشعر بالمحبة اتجاه الله عز وجل المهم استحضر شعورا معينا و سيكون لقاؤك بالله تعالى مختلفا تماما هذه ثلاث أدوية ذكرناها لا بد أن تعالج خشوعنا في الصلاة أولا غير نظرتك عن الصلاة ثانيا المناجاة و هي أن تستشعر بأنك توجه الكلام إلى الله الثالث استحضار مشاعر الحب و الرجاء و الهيبة و الحياء اتجاه الخالق في الصلاة و أبشركم سنصلي صلاة مختلفة تماما أسأل الله يتقبل منا و منكم و أن يعيننا على مقابلته و لقائه سبحانه نلتقي إن شاء الله شكرا